الخبار هو اللي عدني انه مثل ما راحطيه حبايب بالفترة السابقة يكون قاعدين نزله خبار فلق نور مار في اليوم يا حبايب راحستعرض لكم شوية اخبر نارية اول خبر يا حبايب هي عن اصل المالح ووصول الهسابه بالانستجرام للخمسة مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون ايرابو طبع لا تنسوني حاويب انتو باركونا بالكومنتات على هذا الانجاز وبالنسبة الثاني يوتيوبر يا حبايب فهو بندرته وصول قناته باليوتيوب للعشر مليون مشترك وبنسبة الباري جدادة فوصول الهسابه بالانستجرام لثمانمائة الف متابع وطبع زياده سارحا موصول قناته باليوتيوب بثمانمائة الف متابع وايضا عايدة وصول الهسابه بالانستجرام للستمائة الف متابع ويا راح عزيز وصول قناته باليوتيوب للسبعمائة الف متابع وآخر شي يا حبايب نخدم بصار تيوب ووصل قناة باليوتيوب للخمسين ألف مشترك فإن شاء الله ألف مبروك للكل يا حبايب وطبع لا تنسون الإنتبار كله بالكومنتات على هذا الانجازات الخرافية لحققوها خلينا نروح حاليا لمفاجأة يا حبايب فبنسبة القمر مارف نزلت على حسبها بالإنستجرام هذا الستوري بهذا الستوري كانت قاعدت صور بكاميرا وقاعدت تعلمي خلال لأنه اليوم راح تنزل لنا صور نارية تابت بيها هواية تقريبا وظلت هي طلعت بالحجر وصورتها ونسبة الثاني شي يا حبايب فنور مارف نوم ما نزلع لها سبب الإنستجرام شفيت الستوريات وبهذا الستوريات تدعلي ما خلالها بخلاف المقطع اليوم اللي راح ينزله بقناة باليوتيوب الساعة بالأربعة وبالأيام الجاية راح يكون لكم مفاجأة نارية راح تحطوكم الستوريات شوفوها ما في النوم ما في النوم يا جماعة حاليا رايحين كم منكم كمان الشغلات اللي عم جهز لكم إياها لهالسفراء اسبوعين ساعة تشوفو فيديوهات بحالي لكم ما شفتوه بس موم خلالكم جاهزين اليوم لآوة فيديو والله في آوة ما معني ما بتشوفو اليوم وطبعا محمد اجواني والأغنية الجديدة مالتالح تكون نارية اجواني نزع على القناة باليوتيوب البرومو والأغنية والأغنية الأساسية راح تنزل لكم اليوم الخميس طبعا راح تلكم البرومو بالوصف أتمنى ملكون يا حبايب يدخل حاليا على الرابط وفجر الكومنتات من جيش مملكة القصص أرد روحناك أشوف كل الكومنتات عبارة عن جيش مملكة القصص وبنسبة يا حبايب العيد بيلاد اليوتيوبر فهي أميرة اللي حسيني اليوم يا حبايب هو عيد بيلادها فكلامت بخير أقبال مليون سنة يا رب وبنسبة لحمد كريم فهو معايت على عيد ميلادها وأنا ما قصفها بالستوري فحمد كريم نزع على سبب الإنستغرام هذا اللي ستوري وبهذا اللي ستوري كان كاتب عليه قبل أن يتحدى العالم من أجل شخص لازم أتأكد أن هذا الشخص يستحق وله هو يقصد أن أميرة ما تستحق لأن يضحي على مودها فطولنا تنسون يا حبايب أن تعيدون الأميرة بعيد ميلادها وشرناكم بالكلام اللي قال محمد كريم على أميرة وثالث شي يا حبايب اللي رح نحش عليه هو التهجمات التي تعرضوا لها اليوتيوبر والهي بيسانس معاين نزلت هذه الصورة اللي نوعا ما كان بها نحيفة وخسرها نحيف ولكن هواي من الكومنتات فضحوها وكشفوا حقيقتها أنه هي مساوية فوتوشوب للصورة ومساويةها في السنة حيفة فقل لكم انتا صار يسيبوها ويقولها فوتوشوب ونشر شي صاروا تهجمون على أمها اللي لأنس شاي بنزلها بالاستوري اللي شات هي قادة تنرقل بي فصاروا تهجموا عليها أن تتعلمتي بنتج لعمرة 17 سنة عن نرقيلة من حوالي السنة فاكتبنا حبايب لكم ومتا شركوا بتهجم التعرض والأهل هم يستحقوا أو لا وآخر شي نحن نختب بي يا حبايب هي يا رمار واللي شاعت للطرعة تحول انضمهم الفريق ففنبولي في يا رمار نزلت على حسباب الانستجرام هذا الستوري اللي شات بيها هي ومريانا وكاتبين عليها الله يدومكم البعض فهو يتسألوا صارتوا ممكن انضمهم الفريق وحبشتلكم يا حبايب شركوا من ضمام خمر مار التيم الخيالة ومن ضمام يا رمار الفريق ففنبولي وبس والله حبايب لنها وصلت المقطع حبايب هذا المقطع تعبني بشكل مطبيعي ومنتاج اخذ مني وكتكوشوف ويفت من القدر وهذا الشي بنوصل خمسمائة الف وتابع باسرع وقت وبس شناكو فايزة مقتملك القصاص ومع السلام